أقيم مساء سبت في القاهرة مؤتمر للترويج لسور مدينة دون يينغ بمقطعة شاندونغ ومعرض للتراث الثقافي غير المادي للتصوير الفوتوغرافي لمصب النهر الأصفر حضر الحدث ما يقرب من مئة شخصية من الأوسط الثقافية وسياحية مصرية وممثلون عن الجالية الصينية في القاهرة وقال يو هون بو رئيس جمعية التبادلات الثقافية بمدينة دون يينغ أن دون يينغ مدينة جديدة ولدت وتطورت خلال الإصلاح والانفتاح في الصين وهي المدينة التي تحتضن منصب النهر الأصفر الذي يعتبر النهر الأم للأمة الصينية وضف نا دون يينغ هي مدينة مليئة بالحيوية الاقتصادية لها خلفية ثقافية عميقة وموارد سياحية غنية وإنه يتطلع إلى أن يسافر المصريون إلى مدينته من أجل السياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر